السؤال الثاني هو اسكو الكوفيد ديزنوف ينتقل عبر الماء بلغتنا احنا كي مش نمشي نعوم في البسين ولا في البحر اسكو عندي خطر الاصابة بالعدل اللي هنطمنوا المستمعين انو الكوفيد لا ينتقل بالماء اللي هو ينتقل عبر الرذاذ وقت اللي المواطني يكح ولا يعطس باش نكون في حالة سباحة امنة يلزمني نبتعد مسافة تحميني واذا خرجت من الماء باش نلبس البافيت متاعي ونحاول ما نمشيش للبسين ولا للبحر وقت الاكتظاظ الشديد باش نجم نحافظ على التباعد وقت تواجدي في اماكن السباح